اشتركوا في القناة في تفاصيل الجولة قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الثلاثاء ان بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تتراوح بين 5 و7 من 10 و6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 وذكر الوزير خلال مؤتمر يوروماني الذي انطلق اليوم بالقاهرة ان مصر تستهدف عجزا في الموازنة نسبته 8 و4 من 10 بالمئة في السنة المالية الحالية مقارنة مع 9 و8 من 10 بالمئة في السنة السابقة واضف معيط ان وزارته سترسل الى مجلس الوزراء خلال اسابيع خطة لادارة ديون البلاد تتضمن وضع حد اقصى للاقتراض الخارجي ماذا قدرة الاقتصاد على انه يتعامل اولا يكون صلط قادم ويقدر انه هو يتعامل مع التغييرات دي ويكمل اقتصاد المصري عنده ميزة انه هو متنوع عنده مصادر كتيرة بتساهم في الدخل القوم التاع وفي الناتج المحلي وعلشان كده الحمد لله اصلاحات اللي تمت بتقول ان الحمد لله حتى الان الاقتصاد المصري اذا كنت تقوليها مرم وقادر انه هو يتعامل مع التغييرات الاحصد ولتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا في الستوديو المحلل الاقتصادي مصطفى نمراء سيد مصطفى لنبدأ اولا بالتعريف بمؤسسة يورو ماني التي تنظم هذا المؤتمر منذ سنوات عديدة وقيمة انعقاد هذا المؤتمر امتاز بالتأكيد احنا ممكن نعتبر انه اليورو ماني ازا كونفرنس هو ملتقى عالمي بين الحكومة المصرية وبين او تحديدا طبعا كان مؤتمر في مصر حالين لان هي مؤسسة عالمية يعني المؤتمر ده ممكن يكون موجود في كل دول العالم فهو في مصر حالين هو عبارة عن ملتقى بين الحكومة المصرية والمستثمرين المحتملين وبعض الاجنسيز زي الامف وغيره الزر صندوق النقد وكمان خلينا نقول الميديا بشكل عام الاعلام المحلي والعالمي فيها فرصة جيدة جدا للحكومة المصرية ان هي تأكد او خلينا نقول يعني توضح السرطانيتي يعني انه مدى خلينا نقول استمرارية الاصلاح وانه ما فيش غموض في المستقبل القادم يعني كل هو مشكلة المستثمر ايه في معظم الوقت هو مش متأكد او اشعر بعدم الامان بالظبط انه فيه تغيرات كتيرها هتحسى كل يوم فيه قانون ضريب جديد كل يوم فيه قانون استثمر مختلف فالحكومة من خلال هذا مؤتمر تقدر تأكد على الاصلاحات وتقدر كمان توضح الافق اللي احنا رايحين لها احنا رايحين لا ايه المستهدفات بتاعتنا كمان المشاكل الموجودة دلوقتي ايه شكل الحلول اللي الحكومة بتقدمها وايه الضمانات اللي بتقدمها المستثمر والفرص فخلينا نقول انه هذا الخليط هذا المزيج من المعلومات مفيد جدا اقتصاد مصري وممكن من خلال مؤتمرات زي كده نكتذب استثمارات مهمة جدا في وقت الحال بالنظر الى مثل تلك المنتديات والملتقيات التي عقدت وما زالت تعقد خلال الاعوام الثلاثة الماضية التي بدأ فيها برنامج الاصلاح الاقتصادي كيف تقيم تسويق الحكومة المصرية لما انجزته من اجراءات تحفز على الاستثمار وتحسن مناخ الاعمال في البلاد سؤال ممتازة ده انا دايما بفكر مدفوعا بالارقام اكتر من الحاجات السبجيكتف او يعني الاحاسيس او المجهود دايما بشوف الارقام الارقام بتقول يعني مستوى الاستثمار ان الحكومة ما عملش تسويق كافي للاصلاحات الحالية لكن خلينا نقول برضو عشان ما نظلمش يعني الناس خلينا نقول ان الحكومة خلال رحلة الاصلاح الاقتصادي مرت بنجاحات واخفاقات فيه نجاحات منتهى الاهمية اهمها يعني على الرأسها خلينا نقول القضاء على السوق السوداء نبقاش فيه مشكلة عملة في مصر ان العملة بقت ستيبل تقدر تقول سعر الدولار دلوقتي في مصر كام وانت عارف ان ده السعر في البنك وهو سعر في الصرفة وفي كل حد كمان نقدر نقول الاصلاح التشريعي كل ما لها علاقة بالقوانين زي قانون استثمار جهي قانون هام جدا الافلاس في منتهى الاهمية يعني يمكن للبعض خلينا نقول لا يتخيل حجم اهمية قانون زي ذا لكنه في منتهى الاهمية كمان القوانين بتشجع الستارتاب والاسم ايز والشركات الصغيرة زي قانون الشركات الشخص الواحد وغيره كل ده اصلاح مهم جدا لكن في نفس الوقت فيه اخفاقات خلينا نقول اخفاقات مشكلة هي هيكلية اكتر شوية لانها اخفاقات للأسف انه مثلا في قطاع زي التعليم ما شفناش لسه الاهتمام بالقطاع ده وهو ده على فكرة خلينا نقول المحرك الرئيسي الحقيقي اخفاقات اخرى لها علاقة بالدين الخارجي مثلا الدين الخارجي ارتفع بشكل كبير اه طبع احنا شفنا وزير مالية والرئيس نفسه بيوصي بان احنا نبدأ نسيطر على الدين العام وخصوصا شوف نتاجه زي تركيا على سبيل المثال في ازمة كبرى واني خليني برضو اتطرق للنقطة دي سريعا من الاحد الادلة اللي ممكن تشير ان مصر مشى على طريق صحيح انه في حاليا واحنا بنتكلم ده وقت في ازمة عالمية كبيرة جدا في عملات دول النشأ تركيا اندوليسيا جنوب افريقيا ايران الهند دول كبيرة وعندها ازمة في العملة العملات بتنهار سريعا في الوقت اللي فيه الجنيه المصري مستقر ده مؤشر مهم لازم ناخد بالنا منه لانه ده معناه ان انت يعني خلينا نقول عديت المرحلة دي ممكن نسمي كده يبقى ان هناك تصريحات صدرت اليوم عن عدد من المسؤولين المصريين على هامش المؤتمر ومنهم وزير المالية بطبيعة الحال الذي اقر بان نتائج الاصلاح الاقتصادي لم تصل بعد الى المواطن وتوقع معدلا للنمو واخر لعجز الموازنة متى وكيف تصل نتائج الاصلاح الاقتصادي مبدئيا الى المواطن سؤال ممتاز طبعا انا بشوف انه الاصلاح في العموم هي بروسس بطيئة يعني هي بايناتش بطبيعتها انها بطيئة جدا وخصوصا في مجتمع هرمي زي مصر احنا عندنا الطبقة الوسطى رفيقعة جدا الطبقة فوق الوسطى اقل نسبة والاسف الباقي خليني اقول في القاع فالاستراتشور ده هذا الهيكل الاجتماعي بطبيعته هيوصل يعني هيوصل لمواطن البسيط الاحساس ان فيه تحسن ببطء شديد لان هو هيحس ازاي لما يبقى فيه بنية تحتها افضل عصب المسؤولين بنية تحتها يبقى في خمس سنوات عشر سنوات حاجة طبعا هتاخد وقت لكن خلينا نقول على اقل ان فيه ازمات كبيرة لو تحلت دلوقتي المواطن بيحس انه فيه امن ازاي على سبيل المثال ازاي ازمة العملة ازمة كبرى فعلا انه الناس التحولات من الناس مش عارفة تحاول الفلوس لكن تبقى ازمة الاسعار ومستوى الخدمات طبعا ما هو الاسف الشديد انت مع انا مش عايزة على فكرة اعزي ربا اكون بقوله ويتكون بصح اعزي التضخم للاصلاح والتضخم جاء نتيجة انه اي ثورة بتحصل في بلد لازم بيحصل تظاهر اقتصاد وبيحصل بعدها واي ازمة في العموم قدينا شفنا حول العالم دلوقتي نسب تضخم مرتفع ارجنتين على سبيل المثال ما حصلتش فيها الثورة ولا حاجة اللي حصل فيها ازمة اقتصادية حالة طول اول حاجة بتشوفها كساعد افاق بالظام الانهيار العملي وارتفاع الاسعار احنا الحقيقة خلينا نقول الجزء مهم من الاصلاح الاقتصادي اللي احنا فيه الهدف منه السيطرة على التضخم اشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى نامر المحلل اقتصادي شكرا جزيلا لك متواصلون معكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة في السوق وبعد الفاصل نتابع فيش تتوقع طباط النمو والتساع العجز الحكومي في تركيا اهلا بكم من جديد في السوق تواصلت المظاهرات في جنوب اليمن في عقب اوامر حكومية تهدف الى تعزيز العملة المحلية ووقف التردي الاقتصادي واشعل محتجون النيران في اطارات السيارات لقطع الطرق كما ظلت متاجر كثيرة مغلقة منذ يوم الاحد الماضي حيث يطالب المتظاهرون الحكومة بدفع الرواتب بالدولار على غرار المسؤولين والديبلوماسيين المقيمين في الخارج بعد هبوط العملة المحلية الى نحو ستمائة وعشرين ريالا مقابل الدولار واصدرت الحكومة حزمة اجراءات من بينها وقف استيراد السلع الفاخرة وزيادة رواتب العاملين ثلاثين بالمئة وينضم الينا من يمن من تعز باليمن مراسل الغد مجد الدين شكري عبر سكايب مجد يعني ما تطورات الازمة الاقتصادية في البلاد حتى اللحظة وما تأثيراتها على المواطن نعم حسن الازمة الاقتصادية ربما تتسع او تأخذ منحنة خطير خاصة خلال الفترة الماضية وبالتالي شهدت اليمن احتياجات واسعة بسبب ارتفاع السعر الدولار مقابل الريال اليمني حتى انه وصل الى اكثر من 635 ريال يمني حاليا الاحتياجات تتوسع في اكثر من محافظة يمنية خاصة العاصمة المؤقتة للبلاد عدن وايضا هنا خرج العشرات من المواطنين للتنديد وايضا قاموا بوقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة اليمنية بتصحيح الجانب الاقتصادي للبلاد وايضا وقف عملية تدهور العملة نعم وكيف كان موقف الحكومة في الرد على هذه المطالبات يعني وكيف تقيمها المحللون نعم الحكومة اليمنية والرئيس عبد الرب منصور هدي حاولوا ربما الاستجابة لمطالب الشارع وايضا قاموا بتشكيل لجنة اقتصادية عقدت اجتماعها الاول في الرياض امس الاول واللجنة هذه قرت العديد من القرارات الاقتصادية ابرز هذه القرارات لتلافي تدهور العملة المحلية ابرز هذه القرارات حسن هي وقف استيراد السلع الكمالية وايضا تصرافة غير مرخصة وايضا زيادة الانتاج النفطي من حقول المسيلة النفطية وايضا ضمان تصدير النفط من محافظة شبوة لعل ذلك بحسب الخبراء والاقتصاديين ربما سيساهم او سيعدل من الانهيار العملة المحلية وايضا فيضيف للعملة المحلية ربما رصيد لمواجهة ارتفاع الدولار ايضا هناك قرارات اخرى منها منع خروق العملات الاجنبية من جميع المنافذ الا بتصريح من وزارة المالية وايضا من البنك المركزي اليمني وايضا تعزيز حسابات البنك المركزي لدى البنوك الاجنبية وايضا في الخارج الخبراء الاقتصاديون يقولون بان في حال تم تطبيق مثل هذه القرارات على ارض الواقع ربما الاقتصاد سيتعافى نوعا ما خاصة وانه يشهد حالة من الانهيار الكبير خلال الفترة الماضية لكن هناك من يرى بان هناك ضعف في الاداء الحكومي هناك ربما لا مسؤولية في تنفيذ هذه القرارات وبالتالي الازمة ربما ستكون او ستأخذ فترة اطول في حال استمر هذا الاهمال من قبل الحكومة وعدم ايضا الاستجابة لمطالب الشارع الشارع هنا يلادي بعين الجدية لهذه الازمة شكرا جزيلا مجد الدين شكري مراسل الغد كنت معنا من تعز سجل الريال الايراني مستوى القياسية منخفضا امام الدولار الامريكي في السوق غير الرسمية اليوم وقال متعاملون انه جرى عرض الدولار بسعر يصل الى 138 الف ريال وشهدت العملة تقلبات لاشهر بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الايرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع اخرى نتيجة الانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي توقعت وكالة فيتشر التصنيفات الاتمانية ان يطبط النمو في تركيا وان تدعم ظروف خارجية مع تشديد السياسة محليا الحاجة لتعديلات في الاقتصاد في الاجل القريب كما توقعت الوكالة ساعة العجز الحكومي العام ليصل الى 13% من النتج المحلي الاجملي هذا العام وثلاثة وستة من عشر بالمائة في العام المقبل قبل ان يتقلص ليصل الى ثنين وتسعة من عشر بالمائة في الفين وعشرين وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من عمان المحلل الاقتصادي حسام عيش سيد حسام لنبدأ اولا بالخبر الخاص بازمة العملة الايرانية وما قراءتك لهذه الازمة وامكانيات تطورها مما لا شك في ان هذه الازمة تتتحرج الى الامام لان العقوبات الامريكية من الواضح انها مستمرة وان دول اخرى انخرط فيها وان الاتحاد الاوروبي ورغم حجم تبادله التجاري مع تركيا الذي يقدر بحوالي عشرين مليار دولار الا انه يفضل العلاقة مع العلولات المتحدة اكثر من العلاقة مع ايران لان حجم التبادل التجاري الاوروبي الامريكي حوالي 720 مليار دولار هذا من ناحية اخرى من الواضح ايضا ان قدرة السلطات الايرانية على مواجهة تداعيات الحصار الامريكي وبالذات في مجال النفط الذي تهدي البلاد المتحدة بانها لتسمح لايران بتصديره قدرة ايران على مواجهة هذه النتائج تبدو صعبة للغاية اذا اخذنا بعض البيانات والارقام نجد ان اجمال ايرادات ايران النفطية في عام 2016 مثلا بلغت 56 مليار دولار بينما الانفاق على المستوردات بلغت 62 مليار دولار بمعنى ان حتى الارادات النفطية لم تكفي هذه المستوردات وبصورة اخرى ان هناك كثيرا من الاستثمارات التي تهرم من ايران رئيس لجنة الاقتصاد في الشورى الايراني قاب قبل اشهر من 30 مليار دولار خرجت من ايران وهناك مصادر تتحدث عن ان المبلغ ارتفع الى 46 مليار دولار طيب البعض سيد حسام يعني يربط بين الازمة الاقتصادية في كل من ايران وفنزويلا الى اي مدى يعني تتشابه الازمتان ويعني يمكن ان يصل الاقتصاد الايراني الى ما وصل اليه نظيره الفنزويلا يعني من حيث الخطوط العريضة الدولتان تعلنان موقفا معاديا للات المتحدة ومن حيث الاعتماد على مصادر الداخل فانهما يعتمدان على النفط كمصدر اساسي للايرادات في البلدين ومن حيث حتى الممارسات الداخلية نرى ان هناك تضخما بدأ يرتفع في ايران التضخم في فنزويلا وصل الى مرحلة ان الدولة او الحكومة الفنزويلية لم تكن تملك من الاموال ما يسمح لها بطباعة النقود التي دعبت على طباعتها وبالتالي ارتفع معدل التضخم ايضا فان مقارنة بالشفافية والافصاح عن البيانات المالية كانت تكون متشابهة وايضا فان الفساد الذي تعاني منه او يعاني في الدولتان سواء كان في المجال السياسي او الاقتصادي يبدو انه احد العوامل الاساسية التي تقلل من المناعة الاقتصادية وبالتالي السياسية للحكومتان في مواجهة الضغوط الامريكية طيب اذا ما انتقلنا للخبر الخاص بتصنيف وكالة فيتشي للتصنيفات الاتمانية يعني توقعاتها بان يتباطئ الاقتصاد التركي خلال الاعوام المقبلة كيف تقيم هذه التوقعات بشأن الاقتصاد التركي مما لا شك في ان الاقتصاد التركي في حقيقته النهائية سواء كان الحكومة او القطاع الخاص يعاني من مديونية تزيد عن 450 مليار دولار حتى ان البنوك الاوروبية لديها ديون على تركيا باكثر من حوالي 225 مليار دولار اضافة الى ان العجز في موازنة الحكومة التركية يزيد عن 50 مليار دولار وفوق هذا وذاك فان معدل التضخم يرتفع وهو الان بحدود 17% كمعدل الامر الذي يدفع لمزيد من رفع اسعار الفائدي التي يفترض ان تكون بحدود 20% اقل او اكثر قليلا هذه كلها عوامل تشيي بان الاوضاع التركية الاقتصادية مرشحة لمزيد من الصعوبات ولن تستطيع ان تحقق معدل النمو الذي حققته في عام 2017 والبالج 7.5% والذي كان من اعلى معدلات النمو في العالم لكن ايضا الحقيقة ان الثقة بقدرة الحكومة التركية على مواجهة العقوبات السياسية وحتى على الرسوم الجمركية التي فرضتها التركية على وارداتها من الحديد والصلب التركي يبدو انها ليست بمستوى توقعات الشعب التركي الامر الذي ادى ويؤدي الى مزيد من التراجع في العملة التركية كأحد العناوين البارزة للأداء التركي المتراجع وايضا فان مؤسسات التصنيف الدولية تواصل تقييما سلبيا لقدرة تركية على مواجهة الاعباء والنتائج المترتبة على الحصار الاقتصادي الامريكي وايضا كل ذلك يختلط بان الولايات المتحدة التي ترتفع فيها اسعار الفائدة ادت وتؤدي الى مزيد من التحول في الاستثمارات من تركيا وربما من الهند ودول ناشئة كثيرة الى الولايات المتحدة وهذا امر اخر ادى ويؤدي وسيؤدي الى مزيد من التركي المتحدة البعض يرى ان الاقتصاد التركي امامه بعض البدائل مثلا العلاقة مع قطر في ذلك التوقيت وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات وايضا الصين وعدد من الاسواق الاخرى البديلة هو مما لا شك في ان هذه البدائل ما زالت قادرة على تزويد الاقتصاد التركي بجرعات من المقاومة لكن ذلك يعتمد ايضا على حجم هذه العلاقات عندما نتحدث عن 15 مليار دولار دعم قطري لتركيا فان هذا الدعم ليس فوريا بمعنى انه يمكن توظيفه بسرعة وبالتالي فان نتائجه لن تكون بالشكل الذي توده تركيا لكنه سيساعد او ساعد على الاقل بوقف الانهيار المتسارع لسعر العملة التركية ايضا الصين لكن الصين هناك خلافات اخرى بين تركيا والصين يعني الايغور الموجودين في سوريا والذين يحاربون الى جانب جبهة النصر مثلا هددت الصين بارسال قوات لمواجهتهم وايضا هذه المشكلة تلقي بظلالها على العلاقات السياسية وبالتالي سيكون لها انعكاس على العلاقات الاقتصادية في جميع الاحوال يعني هذه العلاقات التركية مع الدول الخارجية لا تغنيها عن العلاقة مع الولايات المتحدة وبالتالي فان تأثيرها الايجابي هو في ابعاد شبح الازمة حاليا وتأجيلها الى فترة لاحقة على تركيا خلالها ان تتدارك امورها بشكل افضل وبالذات فيما تعلق بسياساتها الاقتصادية ومنها وعلى رأسها العلاقة التي تربط بين رئيس الدولة ومحافظ البنك المركزي وهي علاقة يبدو انها متنافرة اشكرك شكرا جزيلا المحل الاقتصادي حسام عيش كنت معنا عبر الاقمار الصناعية من العاصمة الاردنية عمان اذا عمان كانت محططنا الاخيرة في جولتنا اليوم بالسوق والتي نذكركم في ختامها باهم ما جاء فيها من عنوين وزير المالية المصرية توقع ارتفاع معدل النمو الى 6% العام الحالي العملة الايرانية تابط لمستوى قياسي عند 138 الف ريال للدولار ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم الى اللقاء